أم سلمة من الشرقية تتفضل؟ أم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام حضرتك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله كنت عايز أسأل حضرتك بس يا دكتور أنا بص جوزي عنده ثمام القلب بتعبان عنده بنا يديره الصحة إن شاء الله ويجمعه بين تمام الأجر والعافية فهو بيطلب مني فلوس كتير عشان يروح القهوة وكده هو ممنوع عنه أصلا الدخان والشيشة والحاجات ديت فهو بيقعد بقى يطلب فلوسه دي أفضل مع الأجرس اللي دي ملتبه أفضل بس أنا اللي بصرف على البيت ده حرام إن أنا يمنع عنه الفلوس ولا ده إيه؟ المسألة ما هي السهلة زي ما أنت بتقولي لي لأنه قد يكون هو بينزل ركزي بقى معايا شوي لأن أنت طبعا عرضت المسألة بطريقة تخليني عرضت نزول للقهوة وربطت نزول للقهوة بالشيشة والسجاير والأمور دي طبعا احنا ممكن نتفع على حاجة تانية خالص لأنه ممكن يكون في بعض الأحيان هو عايز يروح عن نفسه ويخفف عن نفسه بعض الضغوط اللي عليه ولذلك بينزل عشان ده فإذا كان هو بينزل عشان يروح عن نفسه تعالي يقولونه نخرج في مكان تاني بعيد عن القهوة وبعيد عن السجاير وبعيد عن الشيشة اللي هم قال اتنين بيضروا وبيضروا صحتك وبيضروا سمام القلب يعني ما تخليش المدخل في التعاون مع زوجك هو المنع المنع يخليه يرفض ويخلي بقى اقولك سري بقى من أسرار رجالة الرجالة لما بيتعبوا ويمرضوا بيبقوا في صنف منهم بيبقى حساس قوي بيبقى حساس قوي ولذلك احنا لازم نكون عاونا له لابد ان تكون انت عاونا له على نفسه الامارة بالسوق وعاونا له على الشيطان فانت منعك لي لن يزيده إلا تمردا ولن يزيده إلا رفضا وممكن تشوفوا منه حاجات مش لطيفة يبقى ايه الحكاية ايه رأيك تنزل مع بعض نشم هوا ايه رأيك لما تنزل تروح مثلا مكان مفووش سجار لكن المنع مش هيؤدي الى نتيجة معاه طيب انا لو منعت ده انت بتسأليني فانا بشاور عليك بقولك دي مش فتوى قد ما هي استشارة ان انت لو منعتي هو مش هيكون في احسن حال ولو منعتي اظن هيكون رد فعله مش كويس وعشان كده بنصحك ان انت تتراحي عليه اماكن اخرى ممكن تخرجه فيها ويشم نفس لان هو حاسس ان هو لازم يخرج عشان هو ما يحسش ان هو بقى عاجز بعد الشر عليه وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجمع له بين تمام الاجر والعافية ده اللي بقول لحضرتك اشتركوا في القناة